السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاريخ اليوم هو السادس عشر من شهر جوان شهر سادس وما أريد مشاركته معكم في هذا الفيديو لنهار اليوم إن شاء الله هو كيفية إنشاء هذا المنحل أو كيف أنشاء هذا المنحل من طرف صاحبي صاحب هذه الخلايا يمكن القول أنه لا يفقه شيء في تربية نحل كل ما يعرفه هو أنه صندوق فيه نحل في الداخل هذا كل ما يعرفه ففي العام الماضي استاد طردين كان يشتغل أمام منحل لأحد الإخوة وحدث هناك تطريد ففي العام الماضي هناك تطريد كثير فقام بمهاتفة صاحب المنحل وأخبره أن هناك طرود فقال له بإمكانها أن يأخذ تلك الطرود وإذا كانت هناك طرود في المستقبل يمكنه أخذه فكان في ذلك المنحل خلايا قديمة أخذ خليتين قديمتين وإستاد الطردين وأتى بهما إلى هذا المكان فكما ذكرت استاد طردين اثنين في العام الماضي وفي فصل الشتاء نصحته أن يقوم بنقل الخليتين إلى منحل آخر أو إلى مكان آخر حتى لا تموت في الشتاء ففي هذه المنطقة منطقة جبلية وشديدة البرودة فالنحل صعب جدا أن يجتاز فصل الشتاء في هذه المنطقة فكما ذكرت قام بنقل الخليتين إلى منحل أحد الإخوة وهو صاحب ذلك المنحل قام برعاية تلك الخليتين وفي هذه السنة وفي فصل الربيع أو في أوائل الربيع قام بتقسيم طردين اثنين من تلك الخليتين هذه الخلية وهذه الخلية هذان هم التقسيمان الاثنين الذي أتى بهما إلى هذا المكان فما حدث أن هذه الخلية فقدت ملكتها قام النحل بتربية ملكات وخرجت ببناء بيوت ملكية وخرجت الملكة لكن لم تتلقح وفقدت تلك الملكة فما قمت به أنني أدخلت عليه ملكة أذراء إلا أنها لم تنجح فأدخلت عليه مرتين اثنين بيوت ملكية وخرجت الملكات إلا أنه لم ينجح لم تنجح تلك البيوت الملكية بعد ذلك في الخلية الثانية هذه كانت هناك الملكة تلقى حتوى بدأت في وضع البيض فأخرجت إطار من هذه الخلية وأدخلته لهذه الخلية كذلك مرتين مرتين وأنا أأخذ إطار من تلك الخلية لهذه الخلية لتربي ملكات لم تنجح في المرة الثالثة أدخلت عليه بيوت ملكية مرة أخرى لا أدري إن كانت نجحت أم لا لا يمكنني أن نفتح عليها الآن لأنني لم أرتدي القناع بعد ذلك قام بتقسيم خليتين أخريتين وفي تقسيم تلك الخلية ارتكب خطأ فاتح كلفته خلي فوضع خلية هذه الخلية في ذلك المكان كانت هنا وثم نقلها إلى هذا المكان وهذه الخلية كانت موضوعة في هذا المكان ثم نقلها إلى هذا المكان فما حدث بعد ذلك أن النحل لما خلت السروح وعاد إلى ذلك المكان لم يجد الخلية فاتجه إلى تلك الخلية فإزدادت قوة تلك الخلية أما هذه الخلية فلم يبقى فيها إلا القليل القليل جدا من النحل وهرب بقيت الملكة بعض الشغالات والآن هجرت الخلية وهربت بعد ذلك بعد ذلك قام بإجراء تقسيمين آخرين هذه الخلية مع هذه وهنا ارتكب خطأ كذلك خطأ جسيم أنه أخذ الملك الأم في هذا التقسيم وهذا كان تقسيم جديد فما حدث أن هذه الخلية استمرت في التطور وهي جيدة جدا أما هذه فقد بنت بيوت ملكية وتلقحت الملكة بعد ذلك قام بأخذ تقسيم واحد فقط وهو هذه الخلية لأن الخليتين التي كان يجري منهم التقسيمات إحداهما أخذ منها الملكة الأم في هذه الخلية فبعد ذلك أي بعدما أخذ الملكة الأم من الخلية التي كان يقسي منها لم يعد يستطيع التقسيم منها فكما ذكرت أخذ الملكة الأم في هذا التقسيم وهذا كان تقسيم لوحده كان يقوم باستخراج تقسيمين اثنين في كل مرة لكن بعدما أخذ الملكة الأم في هذا التقسيم أصبحت الخلية الأم بدون ملكة فلم يعد يستطيع التقسيم منها فكما ذكرت قام بتقسيم واحد فقط وهو هذه الخلية أي الأخطاء التي ارتكبها هو أنه الخطأ الأول قام بنقل هذه الخلية من هذا المكان كانت موضوعة هنا ونقلها إلى هنا فالنحل اتجه إلى تلك الخلية فتلك الخلية ازدادت قوة هذه الخلية حين نقلها من هذا المكان إلى هذا المكان لم يحدث شيئا لو أنه نقل الخلية من هذا المكان إلى هذا المكان لن يهجر النحل إلى تلك الخلية لكن لما نقلها من هذا المكان إلى هذا المكان النحل اتجه بشارة إلى تلك الخلية والخطأ الثاني الذي ارتكبه أنه ليس هو طبعا من كان يقوم بإجراء التقسيمات له أنه أخذ الملك الأم من إحدى الخلايا في هذا التقسيم فالخلية الأم أصبحت بدون ملكة فلم يعد يستطيع أخذ التقسيمات منها إلى أن تتلقح الملكة يعني أكيد ستتراجح ففي المرة الثالثة أخذ التقسيم منفرد وحده فقط بينما في المرتين الأوليتين كان يأخذ تقسيمين اثنين يعني بلا خبرة تذكر و من خلال استياده لطردين اثنين فقط قام بإنشاء منحل صغير صحيح أنه منحل صغير لكن هذه الطريقة في عام واحد أصبحت لديه لو أنه لم تغادر هذه الخلية ولم يخطئ في التقسيم ذلك التقسيم لكانت له الآن ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية والخلية الأوليتين عشر خلايا بلا خبرة تذكر كما ذكرت هذه الخلايا أنا من يقوم بالاحتناء بها وله خليتين كما ذكرت أي الخليتين التي استهدهما في العام الماضي هناك نحال هو من يقوم برعايتهما وأخذ التقسيمات منهم يعني بدون خبرة كما ذكرت أنشاء منحل صغير وفي العام القادم إن شاء الله إن استمر على هذا النحل سيكون له منحل قد يفوق الثلاثين خلية كما ذكرت لا يفقه شيء في النحل هذه الخلايا أنا من أقوم برعايتها وتفقدها هو لا يعلم عن النحل شيء كما ذكرت حتى أنه لا يتفقدها هناك أخ له هو من يخبرني بالمعلومات التي ذكرتها أي الخليتين التي في المنحل الآخر عند أحد الإخوة النحلين وهو من يقوم بتقسيم هذه الطرود بدأ من لا شيء واستداد خليتين اثنين والآن له تسع خلايا وبإمكانه أن يزيد في العدد فهناك متسع من الوقت يمكنه لو أنه يقوم بتغذيتها ورعايتها يمكنها أن يزيد في عدد الخلي من هنا نرى أنه ابتداء من خليتين اثنين والوقوف عليه ما يمكنه مضاعفة أضعاف عديدة لهذه الخليتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته ترجمة نانسي قنقر